وأيضا ما زلنا نتحدث حول المشاركة الصينية في قمة منظمة شانهاي للتعاون وما نقشته هذه القمة ونضم لي في الستوديو الأستاذ جو سيولونغ من وكالة يانباشينخوة مرحبا بك منظمة شانهاي للتعاون هي منظمة دفاعية في الأساس وهذا ربما فيما يعانيه العالم الآن من خطر الإرهاب ربما لها أهمية خاصة الآن هذه القمة وخلال هذه القمة انضمت الهند وباكستان كأول عضوين جديدين لهذه المنظمة فما هو الدور المتوقع لهذه المنظمة بعد انضمام الهند وباكستان أولا حتى الآن ربما لم تأتي أنبا حول انضمام الهند وباكستان إلى هذه المنظمة ولكن ستتم الإجراءات المعانية لانضمامها إلى هذه المنظمة في القمة المنعقدة الحالية لهذه المنظمة وبعد انتمام البلدان إلى هذه المنظمة لشك أن المنظمة ستلعب دورا أكبر لتعسيز الأمن في المنطقة أولا هذه المنظمة ستدى من عدد أو تقارل من احتمالية وقوع اشتباكات كبيرة بين دول العدد خاصة بين الهند وباكستان لأن منذ فترة العلقات بين البلدان ليست ثالثة ولكن بعد انتمام إلى منظمة شهرية التعاون لا شك أن في المستقبل البلدان سيتمان بتعسيز التنسيق والتبادل في إطار هذه المنظمة بدلا من زيادة التوتر والاشتباكات بينهما إلى ذلك نعلم أن الصين والهند تمتلك حدودا مشتركة طويلة وأحيانا هناك خلافات بين الصين والهند حول الحدود وهناك اعتمال أو مخاطر كامل لحدوث اشتباكات بين الصين والهند بشأن الحدود ولكن بعد انتمام الهند في إطار هذه المنظمة الصين ستعسس التنسيق أيضا مع الهند فبشكل عام في المستقبل هذه المنظمة ستساهم في تعسيز التعاون والتنسيق والتبادل بين دول الكبرى المختلفة مثل الهند وباكستان والصين إلى ذلك نعلم الهند وباكستان خاصة باكستان تعاني من السرعة للتطور الإرهاب وقبل أيام تم اقتطاف مهندسين سنيين وربما قد تم قتل وما فال الوضع الأمني في باكستان ليست إيجابيا اليوم باكستان نشيط في مشاركة بين الحسام الطريق ولكن في هذه العملية من الطرور أن تخرج باكستان ظروفا أمنية أكبر لتنفيذ هذه المنظمة في المستقبل بإمكان الدول العضاء الثمانية تعسيز التعاون في تحرير الإرهاب وهذا الأمر مهم جدا لكافة الدول خاصة إلى ذلك في الحقيقة روسيا تعاني من الانفلاة الوضع الأمني إلى حدما الإرهاب شهدت تطورا سريعا أيضا في روسيا وروسيا أيضا عضو في هذه المنظمة نعم نعم ففي المستقبل التعاون في مجال الأمن سيفيد كافة الدول العضاء في هذه المنظمة ماذا عن الشرق الأوسط إذن؟ هل من المتوقع أن تلعب هذه المنظمة أي دور في الشرق الأوسط؟ من الباكر أن نقول هذه المنظمة ستلعب دورا إيجابيا بشكل مباشر بشأن تعسيز الأم في الشرق الأوسط وطبعا بعد الدول العضاء في هذه المنظمة قد لعبت دورا كبيرا لدفع عملية السلام ودفع تصوية الأزمة في سوريا ولكن في الحقيقة دون في المستقبل يجب ومثلا بالنسبة لأزمة سوريا يجب تصوية إيجاد حال سلمي وسياسي في إطار الأمم المتحدة فلا أظن هذه المنظمة هي إطار مناسب لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ولكن حتى هكذا أظن هذه المنظمة ستلعب دورا إيجابيا بشكل خير مباشر لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط فمثلا بعد انضمام الهند وباكستان إلى هذه المنظمة قافة الدول المجاورة لأفغانستان ستصبح من بين دول العضاء للمنظمة إلا إيران ولكن إيران تريد انضمامه إلى هذه المنظمة أيضا فهذا الأمر ستسهم في خلق ظروف إيجابية لتعسيس الوضع الأمني في أفغانستان ففي المستقبل عبر التعاون بين الدول العضاء هذا الأمر سيؤدي إلى تعسيس الوضع الأمني في الشرق الأوسط وفي المدى الطويل هذه المنظمة ستلعب دورا إيجابيا لخلق ظروف أمنية أفضل للشرق الأوسط وعلى المدى الطويل هل من متوقع لهذه المنظمة أن تكون في مثل مكانة النيتو من القوة والنفوذ؟ هناك فرق بين الاثنين ولكن نيتو لعب دورا محدودا فاليوم شهدنا أن الإرهاب امتد إلى دول نيتو نعم أشكرك كالوستاذ جو سيو لون من وكالة يانبا شين هوون